موسيقى الرئيس السيسي يشهد وداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيسا لهيئة قضايا الدولة موسيقى الحكومة تنفي وجود أزمة بالسلع التامونية تزامنا مع قرب حلول عيد الأطحى موسيقى وشكري يؤكد والتزام مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف موسيقى موجز لهم واخر الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيسا لهيئة قضايا الدولة كما اكتمع الرئيس السيسي مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية حيث أكد سيادته دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن وقد سبق أداء اليمين للرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة قيام الرئيس السيسي بمنح المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى هذا وقد أعرب الرئيس السيسي في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار أبو بكر الصديق عامر لجهوده الكبيرة وتفاني في إنفاذ القانون وتحقيق العدالة عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزيري الاتصالات والإسكان وعدد من المسؤولين المعنيين وأكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشددا على أن يكون العمل دوريا على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا وأضف مدبولي أنه توجد تكلفات واضحة من الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات وتحقيق إنجاز سريع بها مع تذليل كافة العقبات والتغلب على التحديات نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية تزامنا مع حلول عيد الأطحى المباركة ومن جانبها نفت وزارة التموين تلك الأنباء مشددة على توفر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة مع شن حملات تفتيش يوميا على الأسواق والمنافذ التموينية لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية عقدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هلازايد مؤتمرا صحفيا بحضور ميشيل سيديبيي مبعوثة للاتحاد الأفريقية الخاص لوكالة الدواء الأفريقية AMA للإعلان عن انضمام مصر لاتفاقية AMA لتشجيع توطين التصنيع المحلي للدواء بالقارة الأفريقية التقى وزير الخارجية سمح شكر اليوم بسكرتير عمحل في شمال الأطلنطية نايتو وذلك في إطار الاهتمام بالتشاور مع مختلف الأطراف الدولية للتبحث بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية وطرح الرؤية المصرية بشأنها وتناول شكر الموقف المصري زاء الأزمات التي تواجه عددا من دول المنطقة والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في هذا الإطار مؤكدا التزام مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف كان هذا مجازن الإخباري لهذه الساعة من تلفزيون النهار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر